لا إلحاق لقرار حكومة المملكة العربية السعودية قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتاً للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفق للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع دخوله وانتشاره وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية لبنان والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا وجمهورية العراق وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجوداً بها خلال الأربعة عشر يوماً السابق لقدومه كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية وأضاف المصدر أن الوزارتين الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية ترجمة نانسي قنقر